اشتركوا في القناة قد انقرض منذ زمن بعيد حيث انه لم تكن هناك ادلة على وجوده باستثناء بعض البقايا المتحجرة لكن منذ العثور عليه حيا بدأ العلماء بالبحث اكثر عن اماكن تواجده واكتشفوا انه يعيش في ثلاث مناطق مختلفة في جنوب استراليا اكتشفت مجددا افعى الليل التي اعتقد انها انقرضت في جزيرة كالاريون البركانية والتي لا يمكن الوصول اليها الا بمساعدة من الجيش المكسيكي تلأمت بشكل مثالي مع محيطها المكون من حجرة بوركانية واتخذت نفس الالوانها الفاتحة مع انها كانت تعرف بالالوان الداكنة كالبني والاسود وثق وجودها لاول مرة عام 1936 ولم تشاهد منذ ذلك الحين لهذا شكك بعض العلماء في وجودها من الاساس وقرروا ازالتها من سجلات التوثيق بعد مرور نحو ثمانين عاما استعان العلماء بالادلة الميدانية الاصلية وذلك سعد على اعادة اكتشاف الافعى عام 2013 في المرتبة الثامنة خفاش غينيا الجديدة كبير الاذنين كان يعتقد ان خفاش بابواغينيا الجديدة كبير الاذنين قد انقرض لكونه لم يرمذ عام 1890 لكن عثر عليه بشكل عرضي خلال دراسة علمية عام 2012 استغرق تحديد نوع الخفاش المهدد بالانقراض سنتين لانه لم يرسى بقدس ومرة واحدة عام 1890 وما دل العلماء على نوعه هو تميزه باذنين كبيرتين لكن جنسه يبقى غامضا الى حد كبير بالنسبة للعلماء ومن غير المعروف حتى الان نمط البيئة التي يعيش فيها في المرتبة السابعة العضاءات المرعبة تلقب بالتيريكس السحالي نسبة للديناسور تيريكس وما اكسبها صفة المرعبة هو اسنانها الطويلة الحادة تستخدم لسانها لافتراس الحشرات الاصغر المنتشرة في بيئتها لم تشاهد سوى في جزيرة الصنوبر التباعة لجزر النيوكا لدونيا الفرنسية وقد تم اعلان انقراضها نظرا لعدم مشاهدة كائنات الحية منها منذ اوائل التسعينيات في المرتمة السادسة طائر النوء البرمودي هو طائر يعيش في جزيرة بيرمودا ويعرف ايضا باسم كهاو كان يعتقد انه انقرض قبل ان يكتشف مجددا عام 1951 بعد 300 عام على مشاهدته اخر مرة اوصير على 18 زوجا من هذا الطائر البحري الليلي الذي يعشش على اليابسة وقد بدأت جهود كبيرة للحفاظ عليه منذ اعادة اكتشافه في المرتبة الخامسة الخنزير تشيكوي اكتشف هذا الحيوان الثديي في منطقة جراند شيكو الممتد على طول قارة امريكا الجنوبية يعيش في بيئة جافة قاسية وكان يعتقد انه انقرض حيث ان العلماء لم يعثروا الا على بقايا متحجرة منه حتى العام 1975 على الرغم من ان سكان المنطقة يعرفونه يعتبر حيوانا اجتماعيا جدا يتنقل في مجموعات مؤلفة من حوالي عشرة افراد وحين يشعر بالخوف يهرب وتبدأ الغدد الموجودة في ظهره برش مادة قوية رائحة يعتقد انها تدل باقي افراد القطيع على اماكن تواجدها اثناء الهرب في المرتبة الرابعة حشرة جزيرة لورد هوو العصوية تعرف هذه الحشرة العصوية الضخمة بلقب كركدن البحر ويمكن ان يصل طولها الى 15 سنتيمترا اعلن عن انقراضها رسميا عام 1960 قبل ان يعثر عليها مجددا في جزيرة لورد هوو المحاذية لشاطئ استراليا وكان يعتقد ان السبب الذي ادى لانقراضها هو تسرب قوارض سوداء الى الجزيرة بعد حادثة غرق سفينة كانت هناك اشاعات عن رؤيتها عند بقايا بركان ضخم يبعد مسافة 30 كم عن جزيرة لورد هوو وعام 2004 اكتشفت مجموعة استكشافية 24 حشرة عصوية في شجرة ارتفاعها 152 مترا ويوجد منها الان حوالي 5000 في حديقة ميلبورن باستراليا في المرتبة الثالثة طائر التكاهي يعيش التكاهي في نيوزيلندا وينتمي لفصيلة الطيور لكنه لا يطير ظن العلماء انه انقرض عام 1898 بسبب انتشار الصيد وتعرض اماكن عيشه للاذى كان في فترة ما منتشرا في جميع انحاء نيوزيلندا لكن بعد ان تقلص وجوده تبين عام 1948 ان الافراد المتبقية منه انتقلت للعيش في جبل يقع في الجزيرة الجنوبية من نيوزيلندا مرب التكاهي يستعين بالدم المحشو على شكل طيور لطربيتها وذلك ادى لاعتقادها بان البشر هم اهلها في المرتبة الثانية قرد التارسير القزم حجمه لا يتجاوز 56 جراما فقط يمتز بعينين كبيرتين تمكنانه من الرؤية في الليل وبعض انواع التارسير لديه القدرة على التواصل فيما بينها عبر الترددات فوق الصوتية شهد الفرد الكبير منه اخر مرة عام 1920 واعتقد انه انقرض نتيجة خراب اماكن عيشه بسبب قطع الاشجار بدأت حملة للبحث عنه بعد ان قتل عالم احد افراده خطأ بواسطة فخ للفئران واعيد اكتشافه عام 2008 بعد ثماني سنوات من البحث تحل في المرتبة الاولى اسماك الجوف او السيليكانت ظلت هذه الاسماك بعيدة عن الانظار لمدة 65 مليون سنة واعيد اكتشافها عام 1938 بعد ان اصطادها قارب في نهر جنوب افريقيا يعود وجودها الى ما قبل عصر الديناصورات لكن لم يستدل على وجودها الا من خلال بقاياها المتحجرة سلالة هذه السمكة التي لا تؤكل موجودة منذ 360 مليون سنة ويعتقد انها نجت من 15 كارثة كان يمكن ان تؤدي لانقراضها وفي حين ان العلماء كانوا يبحثون عنها كان الصيادون الاندينسيون قد اصطادوها مرارا ويمكنني ان اقول انها الابرع في لعبة الغميضة ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة جامع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟ تريدون الابحار في عالم من المعرفة والثقافة؟ سبيلكم الوحي مجلة الوثائقيات انضموا الينا عبر صفحتنا على الفيسبوك مجلة الوثائقيات في كل لحظة جديد ترجمة نانسي قنقر